إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأعوانه ومن سار على نهجه واقتفى أثره وتبع سنته إلى يوم الدين وسلم تسليمًا كثيرًا أما بعد فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته وحرم الله هذه الجباه الراكعة الساجدة عن النار اللهم أعدنا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك ما أجمل هذا الدعاء يوم أن نضعه في ختام وفي دبر الصلاة وتأملوا قول الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام لمعاذٍ وهو يقسم بالله إنه ليحبه وما أجمل أن نقول لأبنائنا بني والله إني لأحبك ويقول المعلم لتلميذه والله إني لأحبك ثم يروي له الحديث لا تدعن في دبر كل صلاةٍ أن تقول أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك لما معاشر الأحباب ونحن في درسٍ عن الذكر وليس ذكر اللسان أتحدث أتحدث عن ذكر القلب وتواطئ القلب مع اللسان وعن تلك العبرات في الخلوات وأنت تعظم رب الأرض والسماوات يوم أن تذكره خالياً ومن كثرة ذكرك فاضت عبرتك فحرم الله هذه العين أن ترى أودية النار لأنك من الذاكرين الله كثيراً والذاكرات الذكر معاشر الأحباب هو قوت القلوب هو غذاء الأرواح الذكر معاشر الأحباب سلوة النفس وحلاوة ولذة العيش والله إن العيش فوق الأرض مكدر حتى تأتي نسائم الذكر وذاك الذكر الذي تطمئن به القلوب فتندك المصائب تحت أقدامك وترى في كل زوايا الحياة نعمة ولو أن الذي بين يديك نقمه لأنك مع ملك الملوك جل وعلا من ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي يا أيها الذين آمنوا أذكر الله ذكراً كثيراً تأملوا قول الإمام الإمام الصيوطي يقول عند قول الحق واذكروني أذكركم والله شرف والذي بعث محمدًا بالحق لو قيل لأحدنا أن مجلسًا البارحة كان فيه عظيمٌ من عظماء الدنيا وأنك لما ذكرت عنده قال أنعم بفلام من أتقى الناس من أفضل الناس من أكرم الناس من أحسن الناس خلقًا ماذا ستقول للناقل أسألك بالله مدحني تقوى قال لك والله لقد أثنى عليك وإن المجلس ومن فيه أمنوا على دعائه أعتقد أنك ستعيش فرحةً وكأنما النجوم قد دنت ذكرني فلان كيف والذي يذكرك إن ذكرته هو الله هو الله ملك الملوك الحي القيوم الذي كوكب الأرض بل جميع الأفلاك كل ما على الأرض وذرات الكون أقسم بالله تسبح له وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم يقول الإمام السيوط عليه رحمة الله عند قول الحق واذكروني أذكركم قال قف قف وأقولها لنفسي ولك يقول قف عند هذه الآية ولا تعجل فولو استقر والله استقر يقينها في قلبك أنك إذا ذكرته ذكرك ما توقفت شفتاك والله لتتحرك وليجري المدامع لأنك ما خلقت إلا له وهنا وقفه قبل أن أتحدث عن الذكر تدري من الذي يجعلك من الذاكرين الله كثيراً أتدري من الذي يجعل لسانك رطباً بذكر الله تدري من الذي يجعل الطمأنينة تسكن قلبك تدري من الذي يجعل السعادة والحلاوة في عيشك ولو كان في ظاهره مر أن تكون تعرفه وتحبه وعلى معرفة العبد لربه ولحبه له يزداد الشوق إليه ويحدو وعجلت إليك ربي وبماذا؟ لسانه لا يزال رطباً بذكر الله إن الذي يعرف الله يذكر الله ولما قلت معرفة العبد لربه بآلائه لو فتحنا صفحة الكون كل ما في الكون يسبح وكل أركان الكون تسبح وهذه أعمدة والله تسبح وهذه القبة تسبح والجماد الذي تتكئ عليه يسبح وجوالك يسبح وسبحتك يا من يلعب بالسبحة والمسبحة تسبح وكل شيء يسبح فلماذا تمر بجوار المسبحين ولا تكون من المسبحين التسبيح أن يكون كثيراً والذاكرين الله كثيراً والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجراً عظيماً الذكر الذي يجعل الإنسان على عدد الأنفاس يقول تذكرون في حديث يدخل الآن عليكم رجل من أهل الجنة عبد الله بن عمر بن العاص تلفت في عمل هذا الرجل ما رأى شيئاً زائداً إلا أنه إذاً قلباً على جنبه الآخر في منامه يذكر الله نايم يذكر الله بعضنا صاحي ما ذكر الله هذا نايم ويذكر الله معناها أن الله جل وعلا ليس في قلبه إلا هو بل إن بعضنا كما قلت في درس من الدروس بماذا سيختم لنا عند التخريف عند الأرض لمن العمر عند الزهايمر عندما يفقد الإنسان ويكون لا يعلم بعد علم شيئاً أتدري ما الذي ستتحدث به عند الخرف هو ما كنت مدمناً له محباً له تحب شيئاً من الدنيا ستردده تحب الله ستجد أنك وقد زال التكليف عنك تسبح تهلل تكبر تحمد تحوقل تصلي على خير الورى قيل لنا أن بعض المؤذنين لما فقد الذاكرة صار كلامه أذن وحديثه أذن بنصلي دخل الوقت توضينا صلينا هذا هو آخر حياته كان مع الله فحفظه الله حتى بعد أن زال عنه التكليف ورفع القلم وقلم الكتابة عنه نعم نتحدث أيها الأحباب عن الذكر والعجيب أن نتحدث عن الذكر ومن خلقنا جعل الذكر عبادة على كل أحد لا حد لها لا عد لها لا هيئة لها لا صفة لها الحج في العمر مرة وتعود إلى أهلك وينتهي الحج تصوم رمضان فإذا طويت أشرعة رمضان انتهى الفرض في الصيام وبقية النافلة الصلاة ابتدعناها وانتهت لكن ذكر الله على كل حال لا ينتهي يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم يذكرون الله الذكر على عدد الأنفاس ولذلك قال العلماء أهونوا وأسهل العبادات مؤونة على المؤمنين ذكر الله ولا ذكر الله أكبر الذكر الذي يجعلك دائما تتحرك شفتيك ولذلك أحبابي لماذا الإنسان لا بد أن يكون على كل حال وعلى كل مضجعه لا يحتاج وضوء ولا يحتاج أيها الأحباب صدقة ولا يحتاج قيام ولا قعود إنما تحريك اللسان والشفتين وتكتب يوم القيامة سم سبحا ذاكرا بل إن ملائكة الرحمن تبني بناء الجنة وقصورها فإذا توقفت عن الذكر توقفت أحبابي وصية ورسالة من إمام الحنفاء من إبراهيم عليه الصلاة والسلام يقرئكم السلام عليك يا إبراهيم الصلاة والسلام يقرئ أمة الإسلام ويبشر محمداً ويهديه نصيحة لأمة الإسلام وأخبرهم أن الجنة قيعان طيبة التربة غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أغرس يا عبد الله غراس الجنة فلماذا تفتر جالس ينتظر في عيادة ولا يتحرك شفتيه جالس في زحمة ويضرب الدركسون بقوس يقول المرور لماذا لم يسهل السير يا أخي السير زحمة باقي أنت جالس سبح يا مسلم هلل اقرأ حوقل استغفر فلربما ختمت حياته أحدنا في طريق وكان قد أدمن الذكرى فإذا هو يقول الله أكبر فتخرج الروح على تكبير الكبير سبحانه وتعالى هنيئاً لأولئك الذين يذكرون الله قياماً وقعوداً وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض فالتفكر هذا سنأخذه أحد أسباب إدمانهم الذكر لما؟ لأنهم يتفكرون في صفحة الكون ويتفكرون في صفحة الكتاب والسنة فيزداد ذلك يزدادون به إيماناً فلا يستطيعون لا يستطيعون أن يفتروا البعض أيها الأحباب كان بعض السلف عندما أتى للحلاق يريد أن يقص شاربه قال يا إمام أسكت حتى أقص شاربك قال هذا عملي وهذا عملك يعني يدبر لك حل أنا لن أتوقف من التسبيح تريد أن تقص هكذا وإلا قمت عنك لا يريدون أن يفتروا ثوان دقائق وإننا نرى في هذا الزمان أحبابي كثرة الوحشة وكثرة الحزن وكثرة الضيق والله إن القلوب المطمئنة باتت قليلة وإنك إذا أردت أن ترى وجهاً لبعض المسلمين كأنك تعزيه عسى ما شر يا بفلان قال ما شر والله لا ينقصني شيء لماذا هذه الظلمة لماذا هذا الكفرار لماذا هذا الحزن لماذا هذا الحزن الدفيل والله ما أذكر شيء يا شيخ ناقصني لا إلا شيئاً واحداً نفسي شعثة مضطربة متقسمة أخاف من الخوف مهموم أين أنت عن قول الحق الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب أين أنت بقول لا إله إلا الله والتي شفعت لمؤمن عنده تسع وتسعين ديوان كل الدواوين مد البصر أتيت بالموازين لوزنها فأتيت بلا إله إلا الله فوزنت فوزنتهن ورجحت بهن وأدخله لا إله إلا الله الجنة كان موحداً وقد أتى بمفتاحها وما فعل شيئاً من نواقضها فاستحق بلا إله إلا الله من كان آخر كلامه من الدنيا لا إله إلا الله دخل الجنة يا أيها الأحباب الذكر لو لم يكن مندوب لكان العبد يظهر ضعفه وانكساره أمام خالقه بكثرة ذكره لله المثل الأعلى ابنك إذا بغى منك جوال ماذا يفعل يقول مرة وينزوي مرتين يبغى سيارة للمراهقين يقولها خمسة عشر ألف مرة حتى تطفش أنت من البيت وتطفش من الغداء والطعام وتتغير أخلاقك على الأبناء وتضجر يا ولد اسكت يا ولد خلاص بعدين وإن شاء الله يتيسر ولا يفهم حتى تأتي يلحه حتى تعطيه لله المثل الأعلى ما أحد يحب المدحى أكثر من الله ويحب الله من عباده الملحين والدعاء من الذكر أنت تحقق العبودية عندما تكثر من ذكر رب البرية جل وعلا ولذلك أكثر الناس ذكرا لله هم أحب الناس لله نعم قل ذكرك قلت محبتك قل شوقك قل عبوديتك لذلك إذا كثر الذكر ليس ذكر اللسان فقط وسنذكر إن بقي من الوقت أن الذكر ما تواطأ القلب واللسان فيه ومعه وكان الإنسان يفهم معنى سبحان الله تسبح الله كيف تكبر الله كيف تثني على الله لا حول ولا قوة إلا بالله إذا قلتها كل البقفال كل الأقفال تنفتح يا أخي إذا هي تفتح كنوز الجنة ما تفتح مغاليق همك وغمك وضيقك ومرضك وتعبك ولكن من يقول لا حول ولا قوة إلا بالله من قلب صادق متواطع قلبه ولسانه ومن هنا أحبابي ذكر الله كثيرا عبادة تتعلم نعم يتعلمها الإنسان حتى أن بعض الناس صار يألفها إذا سكت تحدث إذا تسكت سبح هلل وبعضنا إذا سكت أتى به الشيطان في أودية ودأدخله في سراديب وفي أنفاق وهموم وخوفه من الفقر وتتنتهي وتطرد من العمل والمرض الذي في جنبك هذا أكيد ورم سرطاني خلاص راح مسكين مع ورم سرطاني وهي شد في العضل ما فيه إلا العافية وعندما ألمه رأسه بسبب سنه قال هي ورم لربما هو في المخيخ أو هو سيصل إلى المخيخ يوما فأخوفه الشيطان يعيدكم الفقر والشيطان قال الله عن خوفه فلا تخافوهم وخافون أعود أيها الأحباب إذن ذكر الله الذي الذي يجعلك تنقاد معه إن كنت تعرف الله أكثر الناس علما منهم منهم العلماء فتجد أن العالم يذكر الله وفي الخلوات يخشع ويشرق لأنه يعلم معنى سبحان الله يعلم معنى لا إله إلا الله والبعض تجده يرددها بصفير وبسرعة تأملوا صلاة المصلين من ذكر الصلاة بعد الصلاة التسبيح 33 والتكبير 33 والحمد 33 وختمها بالتهليل انظر بعض الناس لا يمكن أن تحسب ستا أو سبعا إلا وقد قام مع أنه يوجد ومن السنة أن تسبح عشرا وأن تحمد عشرا وأن تكبر عشرا كل هذا قد ورد لكن البعض بسرعة لا يدري ماذا قال ولذلك في الحديث إن الله لا يقبل دعاء من قلب الله الذي دائما يذكر بلسانه دون أن يتواطأ مع قلبه لا يحصنه هذا الذكر ولا يورثه هذا الذكر الطمأنينة يقول ابن القيم إن أشد عقوبة في الدنيا أن يمسك الله عنك الطعام لا الهواء لا الماء لا إن أشد عقوبة على العبد أن يمسك الله لسانه عن ذكره والله إنها لعقوبة ومعجلة وتجد آتارها في زمن الاضطراب والخوف والجزع والاضطرابات النفس كلها نحن أحوج ما نكون التصاقا بالذكر هذه الأيام نعلمه أبناءنا ونساءنا بل فرد في الحديث أن ممن يسمى أنه قد ذكر الله كثيرا هو وزوجته من كان يوقظ زوجته أو الزوجة توقظ زوجها في آخر الليل فيصليان من جوف الليل آخر الليل قال فإن صليا كتبا من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات كم من بيت به مشاكل حلها أن نطرد ما يخالف الذكر وأن نحل الذكر مكانه بعض الأبناء يلعن والموسيقى في جواله ومتابعاته للأفلام الغاوية وتجد الإبن دائما في مشاكسات مع أبيه مع أمه لا تستيقظ لصلاة أتدري لما قل الذكر فانقلب من كونه إنسان إلى شيطان ولذلك الشيطان في إنساء العبد للذكر له مراحل منها إذا نام يعقد على قافية أحدنا ثلاث عقد عليك ليل طويل فارقد فإن قام فذكر الله إن حلت عقده إن قام ثم توضى إن حلت عقده إن صلى إن حلت عقده وإلا قام خبيث النفس كسلان كم واحد مننا أحبابي تعلم الآن من أقوى ما يقوي بدنك ليس وقلبك الذكر ذكر الله يقوي الأبدان نعم كيف ذلك الحبيب عندما أتت عندما أتت فاطمة رضي الله عنها تريد خادم وعلمت أن الحبيب عليه الصلاة والسلام أتاه سبي فقال الحبيب لها عندما كانت تريد من يعينها على حمل القربة وأن معالم الحسن في بدنها من الرحى قد زالت واستحيت من أبيها وأبدى سؤلها زوجها رضي الله عنهما وصلى وسلم على خير الوراء قال الحبيب ألا أولى أدلكما على خير من خادم لو تقول لمرأتك ما نبنطلع فيزة وش رايك نبدأ من الليلة نذكر الله نسبح 33 ونحمد 33 ونكبر 34 يمكن قبل ما تكبرا تكبيرها الرابعة تضيع معالم وجهك بشيء قد رومي عليك لماذا ما نقول الحبيب يحب ابنته وهو من بيده أن يغنيها بإذن الله فهو قاعد الأمة وهو إمام المتقين وهو الذي يقسم الغنائم بين عباد الله وهو ليس فقير بأبيه وأمه عليه الصلاة والسلام قال إذا آويتما إلى فراشكما فاذكرا فسبحا 33 واحمدا 33 وكبرا 33 هذا خير لكما من خادم وأقسم بجلال الله إن رسول الله صادق وإن الذي التي جربت وجرب الذكر وما قوي بدنه ليس المشكلة في الذكر المشكلة في القلب الذي تحرك اللسان وما تواطأ معه فوالله إن الذكر ليقوّل بدن كان شيخ الإسلام بن تيمية يذكرون من قوته في التعليف والكتابة والقتال والجهاد شيئا عجب ولا يقولون إن سبب ذلك سببه ورده الذي كان يورد إلى منتصف الضحى من بعد الفجر إلى منتصف الضحى يذكر الله وكان ذلك نقل أيضا عن تلميذه شمس الدين بن القيم وقال هذه غدوتي لو لم أتغدها لخارت قوائي أي أن أحد أسباب قوة في التعليف والتعليم والمناظرة ونصح الناس والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا يحتاج جهد أحد أسباب قوته أنه كان يذكر الله طويلا ويذكر الله ذكرا كثيرا ومن هنا عاشا قويا نعم أحد أسباب الضعف البدني والقلب قلة ذكر الله لأن من كان مع الله كان الله معه أذكروني أذكركم أذكروني أذكركم يقول عليه الصلاة والسلام أيضا قال سبق المفردون سبقوا في كل مجال في الحياة سبقوا ولذلك بعض الناس تسأل تقول له هل رقيت يوما قرأ عليكم طوع قال الحمد لله ما عرف الرقات يا أخي بكيت يوما حزنا قال لماذا أبكي والمقاليد بيد الله لا حوله يا شيخ أبناء زوجتك هذه لك أربعين سنة ما عندك سكر ضغط منها قال الله يجزاه عني ألف خير ما شاء الله ما رأيت يوما عكرا صفوي تبارك الله ولا مريت المركز الصحي قال لا والله مرة مريتها طعم يمجيت بحج فقط لم يمر على العائل بدنه عافية صدره في عافية أبناؤه قرة عين اقسم بالله إن من أسبابها أنه ذكر الله فذكره الله ذكره الله جل وعلا معيته للذاكرين يذكرهم في ملاء خير يذكرهم في نفسه سبحانه وتعالى هذه المعية الخاصة معناها أن يرعاك ويحميك ويؤويك ويعطيك ويسعدك ويذهب الشقاء عنه ولذلك أيها الأحباب تعجب أن بعضنا يذكر أشياء يتمتع بها يذكر السيارات يذكر أي أمر من أمور الدنيا يمكن تكون سبب هلاكه يمكن سبب هلاكك فتذكرها وقد قال أهل العلم إن من أحب شيئا أكثر من ذكره فإذا كنت تحبه سبحانه وتعالى فعليك أن تذكره حتى يكون دليل حبك مريض في المستشفى من سبع وعشرين سنة يفتح القرآن كما قلت يوما يفتح المصحف بملعقة خشب ويختم كل ثلاث مرة مر عليه زائر له وبفلان شللك رباعي ورأسك قد يبس على التفاتته والملعقة في فمك ومبتسم قال يا أخي أنا أحمد الله حمدا لا حد له ولا عد تحمد على ماذا ولم يبق لك نعمة إلا عين باصرة ولسان به لكناه ومشفتين قد يبستا من ملعقة تجرحت أشداقه من حملها لفتح الأوراق المصحف قال أحمد الله إذ أجرى لساني بحمده وأحمد الله إذ أقعدني لذكره فيوم أن كنت معافا والله ما كنت أذكره لا قليلا ولا كثيرا وقد شنع القرآن على المنافقين بأنهم لا يذكرون الله إلا قليلا يذكرون لكن ذكرهم لله قليل إذن كيف بمن لا يذكر الله كيف بمن لا يذكر الله ولذلك أيها الأحباب عندما يقول الحبيب لمعاذ إني لأحبك لا تدعن في دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك لأننا معاشر الأحباب بحاجة من الله أن يعيننا على حمده وعلى شكره فحمدنا له من نعمته ومن نعمته أن يحمد عليها فتتقلب في حمد الله ولذلك اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك يقول أهل العلم أن موضعها في دبر الصلاة لا بعد الصلاة أي بعد قراءة التحيات التحيات لله أي التشهد الثاني نودعها ختمت التحيات قل من أدعيتك في ختام الدعاء الذي يكون بعد التشهد اللهم أعني على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك اسألوا من أدمن الذكر اسألوهم يقولون لكم والله لا لذة في الحياة دون ذكر الله والله ما فيه لماذا تتجافى جنوبهم عن المضاجع لماذا بعض الناس تعبان تعبان وجاي من سفر وكثير حتى في زمننا هذا من مشائخنا يقول طلابهم الذين يصحبونهم في رحلات الدعوة إلى الله وتعليم الناس الدورات العلمية يقولون والله يا شيخ أننا نرفع العيون ننظر من تحت اللحاف الشيخ وقد ذهب وتعب وسهر وثلاث عشرة ساعة يعمل وبعضهم خمسة عشر ساعة فإذا قمنا في الليل فإذا هو منتصب قائم متوضئ ومختفي في جنح الليل يذكر الله كيف تعبان بدن ويذكر الله لأن البدن إذا حمل على ذكر الله ارتاح أرحنا بها ولذا أحبابي لا بد أن تسأل الله الإعانة حتى تذوق اللذة وقد قال الإمام الحسن البصري يقول الحلاوة واللذة في ثلاث إن لم تجدها فلا قلب لك والباب دونك محجوب والباب مغلق تجدها في الصلاة وفي قيام الليل خاصة وفي الصلاة وفي ذكر الله جل وعلا الصلاة والذكر وفي تلاوة القرآن فإذا صليت وتلوت وذكرت إذا قلبك يرقص فرحاً وأنساً وشعوراً بالطمأنينة أنك تذكر الله فيذكرك الله جل وعلا في ملاء خير منك ويذكر تذكره في نفسك فيذكرك في نفسه إن شعرت بلذة فقد وجدت أو وقفت على الباب وإلا نسأل الله العافية والسلامة الباب مغلق وابحث عن مواطن اللذة فوالله لن تجد في الحياة إلا عند ذكره وتلاوة كلامه والوقوف بين يديه والذاكر الله كثيراً تجد في الصلاة أحواله في عالم آخر الصلاة هي اتصال الصلاة صلة الصلاة جنة الصلاة عروج الصلاة ربك ليس بينك وبينه أي واسطة ولا ترجمان تحدثه فيرب عليك كفاحاً الصلاة انكشاف للحجاب بينك وبينه ومن هنا الذاكر لله كثيراً في غير الصلاة قلبه معلق ببيت الله لأنه يشعر بعروج الروح إلى الله جل وعلا أيها الأحبة مر معاوية رضي الله عن خال المؤمنين مر على قوم فسألهم ما أجلسكم سؤال الآن ما أجلسكم ما أجمل يا أحباب السؤال لاستفهامي لأن الحبيب خرج على أصحابه وقد أتوا في المسجد والله يا من حضرتم في هذا الجامع إن عندكم أعمال ولكم أبناء وكل واحد لديه شغل ولو خرج مع الباب لوجد ما يشغله لكنه قدم الجلوس في بيت الله هنا ليباهى به هناك في السماء ترك كل عمل فلما مر معاوية على أصحاب رسول الله فسألهم ما أجلسكم ردوا عليه رضي الله عنهم وأرضاهم قالوا جلسنا نذكر الله باختصار سؤال بسيط وإجابة ثم قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك قالوا آه الله استحلفهم فقال بعد ذلك ما استحلفتكم تكذيباً لكم ولكن رسول الله عليه الصلاة والسلام دخل على قوم فسألهم هذا السؤال ختام الحديث وأنتم تعرفونه قال الحبيب لأصحابه لما قال آه الله ما أجلسكم إلا ذاك أي ذكر الله قالوا آه الله ما أجلسنا إلا هذا قال أتاني جبريل فأخبرني أن الله يباهي بكم الملائكة الله أكبر والله إذا باهى بعبد ملائكته فإنه لا يباهي به إلا بعد أن يغفر له الله أكبر الله أكبر حياتك إذا كانت ليست في مجالس ذكر ولا في ذكر خسارة والله الله لا يباهي بعصات الله ما يباهي بفجرة الأمة وفسقتها لا يباهي بخلصها الذين رضي عنهم حتى لو كان معهم عاص يغفر له معهم ثم يباهي بهم أهل السماع الله أكبر ولذلك قال العلماء أن بني آدم أنهم الصالح منهم خير من الملك لأن الملك ليس له إلا أن يطيع يعبدون الله ما أمرهم لا يعبدون الآية لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون أما أنت ركبت فيك الشهوة وركب فيك الميل وتركت هذا الطريق وأتيت إلى هذا الطريق وتريد تذكر الله ذكر الله جنة والله جنة ولذلك قال الحبيب إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا قالوا وما رياض الجنة يا رسول الله؟ قال حلق الذكر تجتمع مع إخوانك لتذكرون الله تصلون على رسول الله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد تذكر الله إنما أجلسك إلا حبه ولذلك حقك عليه وفي الحديث إلا ناداهم مناد قوموا مغفورا لكم قد بدلت سيئاتكم حسنات ولذلك سعادة العبد لربما ذنوب ستين سنة تندك في أربعين دقيقة أو أقل جلس يذكر الله وكان من سيرة السلفي أنهم كانوا يتنادون اجلس بنا نؤمن ساعة لأن هذا وقودك أن تصل إلى الله لأنك إذا بعدت عن الله استوحشت نفسك وزاد شعثها وضاق صدرك فتعود وكل واحد من أحبابي ما أهل الاعتكاف في رمضان لماذا كان بعض المعتكفين يبكي في آخر ليلة؟ كرها للعيد؟ لا والله يحب العيد كرها للنبس الجديد؟ لا والله بيلبس جديد لكنه كان في جنة المناجات والخلوة بالله فلا يريد الوحشة بعد الأنس ولأنه كان يقول يا ربي أي ربي أقسمت إلا أن تعتقني من النار فلن أخرج من بيتك ثنى الركبة وجلس بين يدي الله في لذة في ذكر في تسبيح في قرآن لذلك دائما أيها الأحباب تذكر قول الحبيب لأصحابه ما أجلسكم واسأل نفسك أنا جالس ليه؟ أجدد النية لأن سعادتك تكون باع مع الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وكان السلف الصالح كان بعضهم إذا صل الفجر ما خرج من البيت حتى يصلي الضحى وبعضهم إذا صل المغرب لا يخرج حتى يصلي العشاء وأذكر الرجل والله موجود الآن ومن أهل المال هذا ديدنه يصلي الفجر فلا يخرج إلا بعد ارتفاع الشمس قدر رمح وإذا صل المغرب لا يعود ولو مجلسه ممتلئ فإذا قيل له كالي يا شيخ الدنيا وحشة فأزبن وأخلب ربي عشان قويني على وقت أخرجه للخلق وجدت لذة لولا أن عندي من الأموال والزوجات والله ما خرجت من بيت الله قلبه معلق وإذا تعلق تعلق بالذكر فهنيئا لذلك لذا أحبابي أقول لماذا الذكر حتى الإسلام عليه بل هو أعظم العبادات على الإطلاق لما يا عبد الله سببه أن الله أوجبه عليك ولم وليس فيه مؤونة فكل عبادة إلى حد وعدد تقف إلا الذكر فلا حد له ولا عد وعلى كل حال تذكر الله جل وعلا أذكر الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلة أيها الأحباب من هو الذاكر لله كثيرا متى الله يأمرنا أذكر الله ذكرا كثيرا ويقول الله جل وعلا في سورة الأحزاب عندما وصف المؤمنين والمسلمين إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات حتى قيل في نزول هذه الآية أن بعض الصحابيات قالت أما يخصنا الله بآية أي أن يدخلنا مع معاشر الرجال فأنزل الله إن المؤمنين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات إلى أن قال والذاكرين الله كثيرا لاحظ في الذكر ذكر صفة الكثرة لأنه لا يُعذر أحد لكن الصيام قد يشق عليك الصيام الحج لا يجب عليك إلا مرة القيام قد تقوم بركعة وما أكثر لكن الذكر أنت غير معذور إن لم تكثر به لأن تكثره لأن مؤونته قليلة وكلما ازداد الإنسان في تحريك شفتي مع تواطئ قلبه مع معرفة معنى الذكر الذي يذكره كلما ازداد روقيا قال والذاكرين الله كثيرا والذاكرات كانت الجائزة أعد الله لهم أجرا عظيما لذا أحبابي من هو الذاكر؟ قال بعض أهل العلم قال ابن عباس أولا نبدأ بقول ترجمان القرآن يقول الذاكرين الله كثيرا والذاكرات هم الذين يذكرون الله أدبار الصلوات وغدوا وعشيا وأذكار الصباح والمساء وفي المضاجع وإذا أرادوا النوم وعندما يستيقظون من النوم وكلما غدوا وكلما راحوا من منزل إلى منزل ذكروا الله باقي شيء يا أحبابي ما باقي شيء أي أنه يقول حتى تكون ذاكرا لله فمن يوم أن تفتح عينك وأنت في ذكر حتى تضع جنبك وفي تغير الأحوال يزداد الذكر عند الطعام يذكر عند الفراغ يذكر عند الخلاء يذكر بل قال بعض أهل العلم لماذا يقول الإنسان عند الخروج وقد ذكر في السنن بعد أن يخرج من الخلاء لأن فترة الخلاء توقف ولذلك ورد النهي عن إطالة المكت في الخلاء وعلى النجاسة أو في دورها وأكنافها وبعض الناس يطيل يغتسل في دورة المياه نصف ساعة وهذا معنى حرمان نصف ساعة من ذكر الله اغتسل في دقائق واخرج لا تمكت تمكت طويلا قال لماذا ورد في السنن لأن يقول الإنسان غفرانك أي أستغفرك يا ربي عن انقطاعي عن ذكرك وجوبا لأني كنت في مكان لا يليق أن أذكرك فيه إذن نبغى حياتنا كلها غفرانك لأننا نأتي في أماكن طيبة ولا نذكر الله وتجتمع اجتماعات ونجلس مجالس وندخل في قصور الأفراح ستقولون بعضنا يجي في قصر الأفراح من الساعة تسعة ويطلع وحده ونص الله يجزاه خير ما قال لا إله إلا الله ولا ذكر الله عمر طويل يجلس في انتظار طبيب الأسنان ثلاث ساعات ولا ذكر الله سبحان الله وعند الإشارة تطفي وتولع ست مرات وهو ينفخ ويزفر ويضرب يده على يد والأمر واسع لن تنفتح هذا الطريق ولكن حبيبنا هذا محرق أعصاب السبح هلل يقول لي أحدهم والله يا شيخ كنت في زم في الرياض بيتي في غربه وعملي في الشمال الشرقي منه وكنت أتأذى من طول المكن فابتدأت بورد ووردي أن أقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ألف مرة في الحديث مئة لكن الورد يجوز ألف مرة يقول والله إذا وقفت في المواقف وباقي شوي صرت في السيارة أنت تنرى أني خلص الورد واصل أول وأنزل بسرعة الآن أفرح بطول الطريق لأني لا أريد أن أنزل من سيارتي دون استتمام هذا الورد ويقول وأيضا في العودة العودة تأخذ مني ساعة كنت أصطحب أصحاب الفضيلة العلماء أركب معي بن باز وبن عثيمين مات والله يحفظ قال لا ديفي دي ولا شريط سي دي وأضع الشيخ يحدث عليه يشرح كتابا أو حديثا في ساعة كاملة وأترحم عليه وأصلي على رسول الله وأستفيد العلم فإذا بقي خمس دقائق انتظرت في الشارع حتى تنتهي وقد وصل استفدت من وقت الطويل الذي يقطع كان بالهم والهواجيس والسرحان صرت أذكر الرحمن وأزداد علما وطلب العلم من ذكر الله ولذلك من فقه العلماء أنهم كانوا أحد طلبة العلم كان عند عالم من العلماء فطال الدرس وخرج كتاب ثم أخرج الكتاب ثم أخرج كتاب قال أحد طلاب العلم لشيخه يا شيخ ما رأيك أن نتوقف من طلب العلم لنذكر الله قال ونحن فيما فيما طول هذا اليوم أننا جالسين نسوي الله يجزاك خير نحن كنا في ذكر الله لكنه يظن ذكر الله سبحان الله والحمد لله والله كفقط القراءة القرآن ذكر سماع العلم ذكر التسبيح ذكر انتظار الصلاة ذكر حتى ولو نمت وأنت تنتظر الصلاة في الاضطجاع ذكر الاعتكاف ذكر النظر في ملكوت السماء ذكر خدمة عباد الله رجاء رحمة الله والثواب ذكر الذكر ليس فقط أن تحرك اللسان فقط الذكر بمعناه العام هو أن تعمل العمل طاعة لله لا ترجو بها إلا الله وهنا تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات ولذلك أقول من هو الذاكر الذي يملأ الوقت هذا قوله ابن عباس أيضا يقال عطاء أن الذاكرين الله كثيرا قال هو من صلى الصلوات الخمس بحقوقها فهو داخل في قول الحق جل وعلا والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أي أن الذي يصلي سيذكر الله عند الوضوء وسيمشي وهذا ذكر المشي إلى الصلوات ترفعه درجة وتحط سيئة وعند الدخول يذكر الله وعند الصلاة يذكر الله وبين الأذانين يذكر الله وفي صلاته يسبحه إذن هذا ذكر من حافظ على الصلوات بشروطها وواجباتها وأركانها ومسنوناتها فهو من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات واللهم صلاة بعضنا تشكى إلى الله واللهم بعضنا لا يذكر الله لاحظوا أحبابي إذا فاتتك الصلاة وصليت لوحدك وش علوم صلاتك تمشي ميتين صحيح وبعضنا يصلي صلاة الظهر ست ما يدري ودائما نسجد سجود السهو إذا صلينا في بيوتنا صحيح دائما نسجدها هاي الرابعة هاي الرابع ولا يا ابن الحلال خربانة والله ما أدري والولد قاطع قدامه والثاني جاي بن كأس واللي الثالث مع قدر وتلقاه يؤشر طف وهالولد بيطيح مع الدرج وصلاة على الله هاي أسأل الله أن يعدلها وأن يقومها لذلك أحبابي حتى تكون من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات فلتكن الصلاة صلاة الخاشعين الذين يقيمونها أقيم الصلاة لدلوك الشمس ولذلك إقامة الصلاة ليست ليست أيها الأحباب وأداءها وأقيم الصلاة إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا إقامة الصلاة أن تؤديها بشروطها الشرط يسبق الفعل ثم أركانها وواجباتها ومسنوناتها داخلها هنا تكون من الذاكرين كما قال قال الإمام عطاء عليه رحمة الله ومن أهل العلم من قال أنه إذا واضب على الأذكار المأثورة في الصباح والمساء في الأوقات والأحوال المختلفة في الليل والنهار فهوى من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات وبعض هل العلم يرجح ذلك إذا أدى الفرائض ثم استقبل الليل بذكر طويل جميل وردك أنت الذي تكتبه وردك أنت الذي تقترحه نعم هناك بعض الأذكار الثابتة أعوذ بكلمات الله التامات بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء اللهم بك أصبحنا أصبحنا وأصبح الملك اللهم إني أسألك العافية وإلى غير ذلك هذه ثابتة كان الحبيب يقولها لكن تستطيع أن تكون لك ورد طويل كان بعض أهل العلم يقرأ الفاتحة مئة مرة صلاة والسلام على رسول الله عشراً عشرين مئة مئتين ألف ألفين هذا ذكر مشاع مفتوح وعلى قدر أهل العزم وعلى قدر الإيمان يكون ذكرك بعضنا ورده ثلاث دقائق وهو ما شاء الله وهو ما شي يسولف وتسولف معه وينكت ويضحكه وتجد أن لسانه يتحرك أو شفتيه وهذا ذكر صاحبه غافل والبعض منا إذا جلت يذكر الله طلعت الشمس ولما يستتم والبعض منهم ترتفع الشمس وينتظر بعد ذلك نصف ساعة وساعة ثم يقوم يصلي لأن ورده منتهى وعلى قدر حبك وشوقك لله يكون الذكر في قلبك ولسانك إذن وقال بعض أهل العلم ذكر الله كثيرا ما هو هذا آخر قول قال هو ما واضبت عليه من الأوراد والذكر ولو قل اللي أنت مواضب عليه بعضنا عنده ورد الله إرزاق خير ورده لربما ساعة لكنه في الأسبوع مرة يوم الجمعة والسبت هذا يفتح الله يصلي الفجر جماعة فكيف يذكر الله حتى ترتفع الشمس ولذلك تجد أنه إنما هو على الفرهة لا حرج زاك الله خير لأن الذكر في أصل ذكر الله مندوب وسنن بعضه مؤكد لكنك إما أن تكون من الغافلين أو أن تكون من الذاكرين فأقول إذا واضبت على ورد ولو قليل ولو قليل تكون من الذاكرين الله كثيرا لأنك لا تتركه في سفر ولا حضر على جنبك وأنت قائم وأنت تمشي وأنت متوضع غير متوضع واختلف أهل العلم في من كان عليه جنابه هل يجتنب الذكر ورجح جمع من أهل العلم أن الجنوب يجتنب ذكر الله حتى يغتسل ولذلك يكره أن يطيل الإنسان فترة الجنابة دون أن يغتسل لأنه ينبغي أن يتوقف عن الذكر حتى يغتسل فليبادر في الغسل أو يخفف الجنابة بالوضوء كما فعله عليه الصلاة والسلام ثم بعد ذلك يغتسل في صلاته أيها الأحباب تأملوا في فقه الصحابة رضي الله عنهم في سؤال الله جل وعلا في أبواب الذكر أو في غيرها سؤال الحبيب عليه الصلاة والسلام أعمالا يريدون التشبث بها أحبابي لو قيل لأحدنا أن هذا العام الجديد الله يمد في أعماركم على الطاعة هو آخر عام لك لتغير ورده ولا لا وتغير ذكره ولختم القرآن في كل ثلاث مرة ولأطال السجود والقيام ولذكر الرحمن بعضنا ليس في ورده لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير مئة مرة يرفع لك في حديث صححه الألباني ألف ألف حسنة ويمحى عنك ألف ألف سيئة وينداح عنك الشيطان يبتعد الشيطان عنك ولا يكون على الأرض رجل خير عمل عملا من الذكر خيرا من عملك إلا رجل فعلا فعلك وأيضا ورد في فضلها أنك تكون كمن أعتق عشرة من ولد إسماعيل لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير لماذا لا تجعلها في وردك سبحان الله وبحمده مئة مرة تمح الخطايا ولو بلغت عنان السماء سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم تغرس لك في الجنة نخلة بل هي الكلمتان اللتان يحبها الرحمن ثقيلتان حبيبتان إليه جل وعلا سبح الله أفضل الكلام سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم وقد ورد أفضل الكلام سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والباقيات الصالحات سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله أذكار كثيرة وغراس الجنة ولذلك أيها الحبيب ضع لك ورد يدل على تعلقك بذكر الرحمن حتى تطنئن نفسك أتى رجل إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وقد شاخ وكبر قال يا رسول الله إن أبواب الخير كثيرة ولا أستطيع القيام بها فأخبرني بشيء أتشبث به ولا تكثر علي فأنسى صريح رضي الله عنه أريد عملا أتشبث به لا أتركه ولا تكثر علي فأنسى والبعض مننا يبدأ بورد طويل ثم يمل يبدأ في الترقي في درج الإيمان خطوة خطوة ودرجة درجة وهكذا حتى في قيام الليل تقوم بالليل بثلاث ركعات ثم بخمس ثم بسبع ثم بتسع ثم بأحد عشر وإن استطعت إلى ثلاثة عشر لا حرج تقوم بجزء أو قبل ذلك بنصف ثم بجزء وهكذا حتى تترقى وردك يكون في نصف ساعة تقضيه ثم أربعين دقيقة تزيده وهكذا حتى تألف الذكر وتسير وتسير مع هذا الذكر وتداوم عليه قال الحبيب له عليه الصلاة والسلام قال عليه الصلاة والسلام لا يزال لسانك ربا بذكر الله هذا الطلب أريد أن أتشبث بشيء حتى ألقى الله لا يزال لسانك ربا بذكر الله هذه وصية محمد عليه الصلاة والسلام ليست لهذا الرجل بل لي ولك ولها ولكل مسلم على أديم الأرض لسانك ربا بذكر الله معناه أنه يتحرك الرطوبة لا تكون في لسانك حتى يكون دائما يتحرك فيتبلل أما ولذلك إذا وقف اللسان يبس معناها أنك آناء الليل وأطراف النهار تذكر ربك جل وعلا واذكر ربك في نفسك واذكر ربك في ملأ واذكر ربك جل وعلا في كل حال حتى تجد الأنس إذن هذه تجارة حتى قال بعض أهل العلمي هذا السائل من فقهاء التجار من الصحابة لكن ليست تجارة الدنيا إنما تجارة الآخرة أريد شيء أتشبث به الصيام عبادة ما أوصى بها مع أنها عبادة جليلة لكن لن يجيم عليها لو استطاع سيضعف لكن لسانك ولو كنت في العناية المركزة والأنبوب في الأنف والرئة تعمل بجهاز والقلب على جهاز الإنعاش القلبي تستطيع أن تحرك لسانك تستطيع أن تحرك لسانك وتحرك شفتيك وتذكر الله ولو في نفسك لذلك وصية للجميع معاشر الأحبة مد الله في آجالكم على الطاعة الله الله بلا إله إلا الله وبذكر الله على كل حال وأعلم أيها المبارك أن ذكر الله جل وعلا أن ذكر الله جل وعلا يسير على من يستره الله عليه ولك بعض العبادات في الدعاء مضاعفة من فقهها أن بعض الطاعات مضاعفة حبيبنا في حديث جويرية بنت الحارث رضي الله عنها أمي وأمك عندما خرج منها لصلاة الفجر وعاد إليها الضحى وكانت عندها النوى وتذكر الله وذكرها لله كثيرا كثيرا كثير تصور واحد يذكر الله من بعد الفجر إلى تسع الصباح الله أكبر بعضنا يا أحبابي حتى صلاة الضحى ما يصليها وهي صلاة الأوابين وهي التي تسدد الفواتير العافية يصبح على كل سلامة من أحدكم صدقة حتى قال ويجزئ عن ذلك ركعتان يركعهما من الضحى قال الأهل حبيب عليه الصلاة والسلام أما زلت على الحال الذي تركتك عليه أي تذكرين الله قالت نعم قال لقد قلت أربع كلمات بعدك أربع كلمات ثلاث مرات لو وزنت بما قلت منذ أي منذ الصباح لوزنتهم سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته هذا من فقه الدعاء معنى ذلك أن تقوله أن حياناً أذكر الذكر المضاعف مثل ليس عندي ورد لابد أن أقرأ في القرآن ولكني عجزت أن أقرأ أن أجلس للقراءة ردد الفاتحة ثلاثاً فإنها تعدل القرآن ليس عدداً بالحروف إنما أجراً أيضاً رددها عشر مرات وقد حسن الألباني حديثاً عنه صلى الله عليه وسلم أن من قرأ سورة الصمدي قل هو الله أحد من قرأ قل هو الله أحد عشر مرات بنى الله له بيتاً في الجنة تقدر تبني بيت في مكة البعض مننا عاجز ولا تلام لكن حرام عليك تترك بيت في الجنة وإذا بنيت البيت في الجنة لا تنسى النخل الله يجزاك خير سبحان الله وفي حمده سبحان الله العظيم غراس الجنة والجنة وقيعان وهكذا لا تترك الذكر ولو كان ولو كان بذكر ولو كان بذكر يكرر كما قالت امرأة لأحد الدعاة ما أحفظ يا شيخ اللي قل أعوذ برب الناس وقل أعوذ برب الفلق وقل هو الله أحد قال ردديها ردديها كل يوم عشر عشرين فاتصلت عليه قالت يكفي ألف مرة رددتها ألف مرة هذه ثلاثمائة وثلاثة وثلاثين وهذه ثلاثمائة وثلاثة مع أنه ليس ورد ورد عن الرسول نصا لكنها قالت دام القرآن يعطى الأجر على الحرف إذا سأردد الحروف الله لن يسألني لماذا لم أحفظ البقرة وآل عمران لكن بيسألني اللي في القرآن اللي في قلبك لماذا لم تقرأيه كم في قلوبنا وكم نحفظ من القرآن فردد وكن من الذاكرين الله كثيرا والذاكرات إذن أعود أيها الأحباب لألملم معاشر الأحباب هذه المحاضرة حتى لا حتى ننتهي إلى وصايا يقول عليه الصلاة والسلام أنا إن الله يقول في الحديث القدسي أنا مع عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه الله يا أحبابي بعضنا يصور سلفي لبعض الناس تيوريهم أنه كان معه في رفع ثانية أنا مع قلان مبسوط يشخص بي يصور معه يا أخي الله تكون مع الله ما دامت الشفتين تتحرك الله ملك الملوك خالقك رازقك الذي وسعت رحمته كل شيء وجنته عرضها السماوات والأرض إذا ذكرته وتحرك لسانك أو شفتينك به كان معك وهنا قال أهل العلم فائدة الذكر لا يكون بالصمت يشترط في الذكر أن تتحرك الشفتين وأن يتحرك اللسان ويسمع نفسه ولذلك الصمت حتى في الصلاة يكبر ويقول هكذا ما تقرأ قال أقرأ بقلبي القراءة والذكر لا بد فيها من تحريك الشفتين واللسان أيضا في الحديث الآخر كنا عند رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم ألف حسنة فسأله سائل من جلسائه كيف يكسب أحدنا ألف حسنة يا رسول الله قال يسبح مئة تسبيحة فيكتب له ألف حسنة أو يحط عنه ألف خطيئة رواه مسلم الله أكبر الذنوب كثيرة أو حشتك مئة تسبيحة سبحان الله سبحان الله سبحان الله أو سبحان الله وبحمده سبحان الله وبحمده أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم أي تسبيح أو سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي فتجمع التسبيح والتحميل والاستغفار بدعاء واحد أو لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين تسبيح واستغفار واتهام للنفس بالتقصير وتحقيق للعبودية كل هذا بذكر الله نعم فكفر عنك جبال الذنوب ولا يهلك على الله إلا هلك أيضا يقول عليه الصلاة والسلام يقول جاء أعرابيان إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فقال أحدهما يا رسول الله أي الناس خير قال طوبى لمن طال عمره وحسن عمله وقال الآخر أي العمل خير قال لاحظ أفضل الأعمال أي العمل خير طال عمري ماذا أفعل قال الحبيب أن تفارق الدنيا ولسانك رطب رطبا بذكر الله صحة هؤلاء الألباني كيف تستطيع أن تخرج من الدنيا ولسانك رطب إلا أن يكون اللسان في جميع الحالات حتى على جنبك لماذا أحبابي سبحان الله والحمد لله والله أكبر أربع ثلاثين لماذا تتقل على بعضنا ويتثاءب عند النوم فلا يقولها لماذا آية الكرسي وآية الكرسي تجعل عليك حارسا وعلى رأسك ملك وفي شعارك ملك لماذا تقيل على بعضنا لماذا لا نجمع الأكف كما كان الحبيب يجمعها ثم ننفث ونقرأ المعوذتين وننفث على البدن ونرقي أنفسنا لماذا البعض إذا وضع جنبه فورا جاء النوم ولو أنه أراد يذكر الله ما كمل التسبيحات الثلاثين الأولى أو الثلاثة ثلاثين أولى إن الشيطان يكسلنا فاستعيذوا من عدوكم أيضا يقول عليه الصلاة والسلام طوبا لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا هنيئا لك أستغفر الله إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين ولذلك من كان يستغفر لا يهلك بل هي أمان من العذاب وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون أيضا يقول صلى الله عليه وسلم أفضل الذكر لا إله إلا الله أحبابي ما تلاحظون الأطفال قديما إذا أراد كبار السني أن يلاعبوهم ماذا يقولون لا إله إلا الله ويبتسمون والله يا أحبابي قل ذكر الله حتى في مناغاتنا لأطفالنا وتلقى بعض الأطفال أول كلمة يقولها أن يلعن بسم الله العافية أو أن يرقص ما تلاحظ طفل في سنتين تطلع عنده شيلة ولا صوت من المزامير ويقعد يرقص يا أولد يركض الله يحفظ أبوه ما ذكر الله عند إتيان أهله وما سمى الله فوخزه الشياطين ثم أتى الآن يسمع اللعن والشتم والملاعنة ولا يسمع ذكر الله فخرج طفل منزوع الحصانة الشرعية يحب الطرباء ولا يحب الذكر ولذلك آخر الرسائل أقولها وأختم من أراد الطمأنينة وأراد أن يرضى الله عنه وأراد الشيطان ينزاح عنه وأراد الهم أن يرحل من صدره وبيته وعينه إذا أراد الفرح في القلب ليستقر سعيداً ويقوى بدنه وينوّر الله وجهه وقلبه ويريد الرزق يريد الرزق وأمر أهلك بالصلاة واستبر عليها لا نسألك رزقاً نحن نرزقك ما علاقة الرزق بالصلاة؟ الذكر بالصلاة الصلاة ذكر ومن داوم الذكرى والصلاة يرزق لا يمر عليه هم ولا غم من أراد أن يشعر بالمراقبة ومن أراد دمعة الخلوات رجل ذكر الله خالياً ففاضت عن عيناه من أراد أن يفتح الله له أبواب العلم واتقوا الله ويعلمكم الله من كان يريد الهيئة الهيبة والوقار والنور في الوجه والنور في الوجه والصلاح في الذرية من أراد حياةً لقلبه وأراد جلاءً له وأن يحط عنه الذنوب والله ولو بلغت عنان السماء ويريد الذنوب أن تنحط فليداوم على الذكر ويذكر الله قيامًا وقعودًا وعلى جنبه ويذكر الله قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ويردد لا إله إلا الله فهي أجمل الذكر وأجمل الكلام سبحان الله والحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر وهنا وقف ختامية أبناؤنا يا معاشر الآباء مع ثورة التقنية وانتشار الثقافات الوافدة وانبهارهم بالملهيات حولهم وبين أيديهم قل ذكرهم لله ينظرون للجوالات وللأجسر والألعاب الأكترونية أكثر من رؤيتهم للقرآن ومن ذكرهم للرحمن دورك شرعي وواجب عليك أن تعبدهم لله بكثرة ذكر الله ونحن هذه الأزمان نستطيع أن نتواصل بذكر الله برسائل جوال نعم تستطيع أن تضع منبهات في جوالك صلاة الضحى أذكر الله كما هذه بعض الترسل في القروب في صلاة الضحى تذكرهم بقراءة آخر آيتين من سورة البقرة بقراءة سورة الصمد قل هو الله أحد بالتذكير بلا إله إلا الله بأفضل الكلام بلا حول ولا قوة إلا بالله بغراس الجنة تقول لهم إن إبراهيم الخليل يسلم على أمة محمد ويخبرهم أن غراس الجنة سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر فليسمع أبناؤنا في البيت أيضا التهليل إذا غضبت من أبنك قل له يا ولد أصلحك الله اجلس هداك الله لا تفعل جعل الله القرآن ربيع قلبك قم جعل الله الصلاة قرة عينك استيقظ اجعل ندائك وغضبك وصراخك دعاء وذكر لا يسمع منك لعنة ولا شتيمة ولا تقبيح فالمسلم ليس سباب ولا فاحش بذيء نعم أيها الأول كذلك الزوجات إن ذكر الرحمن أيضا لابد أن نجفف منابع مزمور الشيطان فإن ذكر الله والقرآن لا يجتمع في قلب مع الألحان فإن بعض الأبناء إنما هو يحب ما يرقق دينه أن يكون رقيقا ولا يحب الناصح ولا الذكر ادفع ابنك في رياض الجنة حلق القرآن وأكثر من دعائك له واسألهم عن أورادهم واسألهم عن ورد الصباح وجميل البيت يقول والله باقي على الغروب ربع ساعة طيب أبنائي كل واحد مننا يخلو بربه يذكر الله إذا صلينا الفجر جماعة نقول إذا كان يوم خميس أو جمعة يمكن في أيام الدراسة يا بني ما رأيك حتى ترتمع الشمس قدر رمح أو قيد رمح ونذكر الله وهكذا حتى الطفل نلاعبه بالذكر قل لا إله إلا الله فيقولها ناقصة فنرددها لحتى يتقنها ويحفظ القصار من السور بهذا تحفظ البيوت وتحفظ القلوب وتحفظ الأبدان ونورة السعادة أخشى أيها الأحبة أن ننسى الله فإن الذي ينسى الله يعيش في الغفلة ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى قال رب لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى أسأل الله جل وعلا أن يجعلنا من الذاكرين كثيرا وأن يختم بالسعادة آجالنا وأن يجعل آخر الكلام لا إله إلا الله وأن يتوفانا وقد رضي عنا وأن يصلح فساد قلوبنا وأن يجلو قلوبنا بذكره اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والآن مع أسئلة في حل سريع وإجابة عجلا هل يجوز أن أبقي صورا للميت إذا كانت الصور هذه تجدد الأحزان للميت فإنه لا يجوز ذلك عليكم السلام أهلا أحبك الله أحبك الله أحبك الله أحبك الله جزاك الله خير جزاك الله خير طيب لا باقي أسئلة اسمح لي السؤال الثاني طبعا إذا كانت صور الميت تجدد الأحزان في قلب الناس فإياك أن تضعها إياك أن تضعها لأنها تجدد الحزن وأنا أصيكم على العموم امسحها حتى يكون الصبر طويلا ما رأي من قال إن ثناء الله في الدعاء مثل أن يرزقك إن شاء الله ما رأي إن ثناء الله في الدعاء الثناء على الله منه التسبيح ولذلك جمعت قولك سبحانك اللهم وبحمدك في سورة النصر معي يا أحبابي عندما قال الله إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواه فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا جمعت الثناء وجمعت السؤال فالثناء تعظيم الله جل وعلا من هو طالب العلم؟ أنت يوم حضرت معنا أجزاك الله خير طالب العلم هو الذي يخصص وقتا ليزداد قربا من الله ومعرفة بالله ليعبد الله على بصيره ويكون جادا في ذلك مخلصا أما أنه يجي يوم ويغيب سبوع فطلب العلم يحتاج إلى صبر من ركعتي الإشراق تجزي عن صلاة الضحى؟ نعم بل إن ركعتي الإشراق هي صلاة الضحى لكنها تؤدى في أوله كيف أتخلص من الوسواس القاهري؟ تعبت منه كثيراً الوسواس القاهري معاشر الأحبة يحتاج إلى علاجين العلاج الأول علاج دوائي والعلاج الدوائي عند الطبيب ولابد تذهب للطبيب المسلم فيعطيك مهدئ لهذه الإلحاحات والثاني تحتاج إلى استعاذة منك والثالث تحتاج إلى رقية حتى يرتفع عنك هذا الإلحاح حرم الله جباهكم عن النار واستعملكم في طاعته وجمعنا على أرائك الجنة متقابلين وأجرى لساننا وأنفاسنا بذكره اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادك